اشتركوا في القناة ستقام في تماما الساعة التساعة والربع على صالة الامير عبدالله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة النادي الاهلي يدخل المباراة وهو في تاني ترتيب الجدول النادي الزمالك يدخل كثامن او اخير في جدول ترتيب الدوري حتى الان بعد ثلاث جولات تتلعبوا خلال الاسبوع اللي فات الحقيقة قبل ما نروح للمباراة واتكلم عنها بشكل اكتر قبل ما نضم ليه ديوفه طبعا في السوديو التحليلي بحب بارك النهاردة الفريق سيدات الكرة الطائرة بعد فوزهم او الحفاظ على الفوز في اكبر عدد متوالي من المباريات بعدد ستة وسبعين مباراة يمكن الرقم العالمي المسجل في موسوعة جنس هو ستة وسبعين مباراة لأي فريق سيدات الكرة الطائرة على مستوى العالم الفريق النهاردة ستة وسبعين يعني يمكن هناك في كلام على مباراة الكاس السنة اللي فاتت في دور التمانية الاهل يلعبها لا ما لعبهاش كلام ده كله ما يفرقش معنا احنا نهاردة ستة وسبعين مباراة بدون النظر الى هذه المباراة وبالطبع فريق سيدات بقيادة الكابتر حمد الصافي ما بينظرش العدد المباراة هو عايز يوصل لمية مباراة واكثر كالرجال وهو ده اللي احنا منتظرون وان شاء الله هنوصل باذن الله لهذا الرقم النهاردة بنقولهم الف مليون مبروك وهكذا النادي الاهلي يحطم الارقام النادي الاهلي في كل الالعاب بيتحدى نفسه في تحطيم ارقام واللي هو حقاها من قبل الحقيقة النادي الاهلي في الكرة الطائرة زمن رجال المسترز حققوا مية مباراة على التوالي هنا السيدات النهاردة بيكسروا الرقم القياس العالمي 76 مباراة المباراة القادمة تبقى 77 واحنا بصين ان شاء الله ان احنا نعدي المية ونعدي اكتر من ذلك وبتهيقلي ده هدف اللاعبات وكابتر الحمد الصافي الف مليون مبروك وبالمناسبة في مجموعة من اللاعبات اللي بتلعب دلوقتي زي الكابتن مثلا نهل سامح كابتن الفريق قد تكون شاركت في 76 مباراة دول او يمكن شاركت في اكتر بالطبع يعني انا بدي مثل بكابتن الفريق ولكن اكيد في لعبات كتير شاركوا في هذا الانجاز بالطبع الجهاز الفني الموجود شارك في هذا الانجاز وبانوا على اللي قابليهم الحقيقة وبانوا على اللي قابليهم هو ده النادي الاهلي الف منهم مبروك كان لازم نبتدي بهذا الخبر السعيد وهذا الرقم القياسي الجديد الذي يضاف الى ارقام النادي الاهلي التي اجهدت كل من حول النادي الاهلي خلينا نروح لمباراة النهاردة ومبات القمة في كرة السلة بتقام زي ما قلت لحضراتكم على صالة الامير عبدالله الفيصل الساعة تسعة وربع والمباراة كان مفروض قام الساعة الثامنة ولكن اتحاد السلة مبارح بقعت ارسل خطاب وطلعنا عليه الحقيقة بتأجيل المباراة لجنة مسابقات بقيادة الكابتن احمد كامل اجلة المباراة ساعة وربع طبعا لامور تخص البس وازاعة المباريات وطبعا مستر اجوستي بوش ما ابداش اي اعتراض وبالتالي ايضا النادي زمالك نفس الكلام المباراة ما فرقتش والفرقة مع النادي الاهلي فقط انه عمل تمرينة النهاردة الصبح مستر اجوستي لما المباراة رحلت ساعة وربع ففي وقت راحة ما بين تمرينة الصبح والمباراة فالكابتن اثر انه يكون في تمرينة مستر اجوستي بوش النهاردة والحمد لله تطمننا على الفرقة بشكل عام خلينا اقول لكم على بعض الامور كده كابتن او مستر اجوستي ممكن المباراة اللي فاتت لم نوفق فيها كان عندنا مباراة مع مصر التأمين مصر التأمين فرقة ممتازة وهيلة وعملة جيل كويس جدا والحقيقة نجحوا السنة دي ان هما يفوزوا على الاندي الزمالك في تلات مباريات خلال هذا الموسم اذا فريق كويس فريق تم بناءه جيدا فاذا المباراة كتصعبة اللي فاتت في وقت احنا كان عندنا غيابات وللأسف غياباتنا جاية في مركز احنا قريدي بنعاني من النقص في هذا المركز هو مركز اربعة او الباور فورورد لانه الحقيقة كان عندنا تدعمات حصلت خلال سنتين يمكن سنة الاولى او سنة القبل الماضية كنا دعمنا الفريق بأحمد حمدي السنة الماضية كنا دعمنا الفريق بمروان سرحان والأسف اللي اتنين اللعيبة بيغيبوا عن الفريق اهدي الفترة احمد حمدي سافر للبات المتحدة الامريكية لتيجي زروف اسرية لتخص اسرته فهو مش قادر يكون موجود مع الفريق نفس الكلام بالنسبة لمروان سرحان عنده اصابة او كسر في الصباح يقيده لمين جبس ست اسابيع يمكن فات منهم اسبوع تقريبا فهو بيغيب لفترة طويلة عن الفريق فاذا اضطر مستر اجوستي بوشن هو يدفع بلعبين صغار السن في هذا المركز زي عبدالله ناصر وقدى العمر الجندي وقت اطول في هذا المركز طبعا بيحاول بناء على المعطيات اللي عنده واللعيبة اللي عنده نوه يسد هذا العجز وهنقش الكلام ده طبعا مع ضيوفي وهنطلعكم عليه بكل يعني وضوح وبكل صراحة عندنا كمان يعني بعض الاصابات الاخرى زي طبعا كان ابو النصر المباراة اللي فاتت ملعبش عندنا هاب امين يعني خلاص فتت التأهيل من عمليته الزايدة يعني عندنا اصابات في نجوم ومراكز كتير ولكن يمكن الاصابة الاكبر هي في مركز اربعة اللي احنا بنوعاني منه من الاصل ومن غياب اللاعبين الحاجة التانية اللي عايز اقولها ان النهارده النادي الاهلي تاني والتاني في المقدمة كان حتى بعد الخسارة اللي فاتت هو فيه تاني الترتيب الدوري هو الدوري السوبر 8 فرق النادي الزا مالك بيجي في المركز الثامن النادي الاهلي اللاعب 3 مباريات الجولة الاولى والثانية والثالثة فاس في اتنين وهزم في مباراة النادي الزا مالك هزم في 3 مباريات الـ 3 جولات اللي فاتت وعشان كده نادي الزا مالك فيه اخر جدول دوري السوبر والنادي الأهل في المركز الثاني طبعا حضراتكم عارفين مبارات الأهل والزمالك بيبقى دايما لها حسابات أخرى يعني بيبقى موضوع محتاج طبعا تركيز من اللاعبين محتاج طبعا أهمية الوضع في نادي الزمالك أيضا ليس كما يعني يرام برضو عندهم إصابات عندهم بعض الأمور اللي احنا مش هنترق فيها طبعا احنا بنتكلم عن فرئتنا ولكن احنا طبعا بيبقى عين على المنافس وعين على فرئتنا إن شاء الله تبقى مباراة كويسة ناردة تلقى يعني استحسان السادة المشاهدين وتبقى تلقيق بكرة السلة المصالحية الدوري منتظم والدوري ماشي بشكل جيد نتمنى إن شاء الله في الفترة القادمة أنه يبقى فيه أكثر انتظاما ويكون يعود على المنتخب اللي هو الهدف الأكبر لنا إن شاء الله اللي احنا نشوف في يوم الأيام منتخبنا يرجع تاني الأمجاد وإن شاء الله هيرجع الأمجاد هنطلع لفصل سريع زياء المشاهدين هستقبل ضيوفي في الستوديو التحليلي الكابتن خالد مصطفى والكابتن إسلام علي والكابتن سلعاوي هنستقبلهم بعد الفصل وكابتن كريم ضيف هنستقبلهم بعد الفصل عشان نتحاول ونتكلم في كل الأمور تخص الفريق النهاردة نستنونا ولكن بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد بفكركم اللي مش هادر يشوفنا على شاشة قناة النادي الأهلي احنا المطش مزاع أو بيبث مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب تشانيل تقدروا تتابعونا في أي مكان الحقيقة لأن النهاردة مباراة أكيد إن شاء الله يكون مباراة جاهدة ونتمنى الفوز للنادي الأهلي في البداية براحة بديوفي نورني في سودي التحليلي كابتن محمد السلعوي نجم نجوم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وأيضا عضو لجنة انتقاء المواهب الحالي في نادي الأهلي أهلا بيك يا كابتن سلعوي أهلا بيك كابتن هايسا منورنا يا كابتن الله خليك إن شاء الله تكون فرصة طيبة وإن شاء الله نعمل براك ويسا ونكسف الأشعة إن شاء الله بنرحب بكابتن إسلام علي نجم نجوم نادي الأهلي السابق ومنتخب مصر ومدير فني فريق الشباب السابق أهلاً بك يا كابتن إسلام. أهلاً بك يا كابتن إيسان. منورنا. حبيباً ربنا خليك. داري عام أربع سنين. ده نورك وأنا مبسوط أن أنا في بيتي في قناة النادي الأهلي. نورك شرف يا كابتن. فعلاً بك. معنا نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أيضاً الكابتن خالد مصطفى. أهلاً بك يا كابتن إيسان. منورنا بتستودي. بنور حضرتك وأهلاً بسلام مشاهدين وكل النادي الأهلي. إن شاء الله تبقى يعني إن شاء الله مباراة جيدة. ونتمنى أن نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن كريم. أهلاً بك يا كابتن إيسان. نورنا بقاتل نادي الأهلي. يمكن كلنا لعبنا مع بعض باستثناء. طبعاً إحنا كلنا اتنربنا تحته كابتن سلعوي. دي حاجة. دي حاجة. الشرف لأن أنا كون طبعاً مع الأساميل الكبيرة دي. زملاء الملعب وطبعاً كابتن سلعوي مدربنا كلنا طبعاً. نبتل طبعاً بكابتن سلعوي. كابتن حداك شايف المباراة النهاردة إزاي؟ أي كده حداك متابع الوضع. متابع الفرقتين. يعني شايف المباراة النهاردة أهميتها إيه؟ وفرص مين أكتر طبعاً في المباراة؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا في رأيي الشخصي أن بعد الجولة الثانية أو الثالثة لما خلصت. كان الأهلي في الترتيب الثاني والزمالك في الترتيب الثامن. فطبعاً المباراة ليس هذا مخياسها. القتالية التي كما تعودناها من لعبتنا في المباراة الهامة. وخاصة هذا بعتبر دربي ما بين الأهلي والزمالك. وباليه حسابات خاصة تختلف عن باقي المباراة. صحيح. فأتمنى التوفيق للنادي الأهلي في المباراة النهاردة. وخاصة أن نقول لعناصر كاملة. باستثناء إيهاب أمين. لكن معلومات أنه يتضرب تدريبات منفردة مع المدارب العام. ومباراة ليست سهلة. لأن أي مباراة أهل زمالك فيها شد شوية. لأن تعتبر مكسبها بمقييس تاني. لكن النادي الأهلي بصرف النظر على المباراة اللي فاتت. المباراة كانت سيئة بالنسبة لنا. لكن كان لها ظروفها. لعيبة كلها ما كانوش بحالتهم في هذا. وده شيء طبيعي في كرة السلة. إن ممكن مباراة يأتي لك كده. والبعدين المهم جدا. المباراة اللي تتخسارها ومش مؤثرة. هذا مكسب لنسبة لأي فريق. إن شاء الله تمنى التوفيق للنادي. كابتن إسلام علي أجيل حضرتك. يعني شاف المباراة النهاردة إزاي. في ظل الغيابات اللي إحنا كنا قلناها طبعا في البداية. سواء مروان سرحال. سواء أحمد حمدي. سواء إيهاب أمين. يعني شاف المباراة النهاردة أهميتها إيه. ومين فرصه وحزوزه أكتر؟ بص يا غيسم. إحنا طول عمرنا متعودين. إن عمر الغيابات ما هتأثر على نتيجة مباراة. لأن فريقين كبار. وفريتين يعني عندهم أسام كبيرة لعيبة دولية كتير. ولعيب يأثر ما ينفعش فرقة كبيرة زي الأهل أو الزمالك. لعيب يكون مصاب يتأثر الفرقة. فلكن بغض النظر أو بعيد عن النقطة دي. أهمية الجميل النهاردة في حاجات كتير. أهمها طبعا اسم الفريتين. إنت أهل زمالك دي بطولة لوحدها. من ضمن الحاجات المهمة جدا وميديها للمباراة أهمية للجهاز الفني هنا وهنا. إن فريتين جاء من الخسارة. الزمالك مغلوب آخر مباراة على ملعابه من الاتصالات فريه يحترم السنة دي جدا. والأهل مباراة اللي فاتت خسرهم من التأمين على ملعابه برضو. فالتنين عايزين يخرجوا من مود الخسارة ويخش في مود المكسب تاني. ودي من ضمن أهمية المبرمج. الحاجة الثالثة المهمة جدا إن الزمالك المحترف بتاعهم كان موقوف ماتشين. بسبب مشكلة حصلت في ماتش جديدة. فالنهاردة عودت المحترف للصفوف الفريق. وعايز يعني هما جئين من الخسارة من غير المحترف فعايزين يكسبوا. على حساب طبعا نادي الأهلي أتمنى أنه ما يحصلش. فدي برضو من ضمن الحاجات المدية أهمية للمباراة. حاجة الأخيرة ومهمة جدا جدا مدير الفني الحال نادي الأهلي أجوستي بوش. كان هو المديل الفني السابق لزمالك السنة اللي فاتت. ومحقق معهم بطولتين أغلى في تاريخ اللعبة الدوري وأفريقيا. فدي يعني زي ديربي جوال ملعب. هو فيه ديربي تاني بربع الملعب. فيها رسائل لازم توصل من الترفين. فكل الحاجات اللي أنا أتكلم فيها. دي حاجات مدية لمباراة أهمية. أما بالنسبة للغيابات فأنا أعجب آد نفس الجملة. إن ما يفعش فره كبيرة زي الأهلي. وحتى زمالك يكون لعيب مصاب عنده إن الفرق تأثر وإلا ما تبقاش فرقة كبيرة فبجميع الأشكال المباراة يعني صعبة جدا على الفرقتين أتمنى يكون الفروز حلفنا إن شاء الله كابت خالد برضو أحب أسمع رأي حضرتك عن مباراة وهميتها من وجهة نظرك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هي مباراة الأهلي وزمالك ديربي طبعا مهم جدا والمباراة بالذات يعني طبعا الأهلي وزمالك فيها اللي تنطلعين الماتش اللي فات كانوا خسرين فكل فرقة فيهم محتاجة نهاية يعني عايزة نهاية تستعيد السقة وتثبت نفسها وتقول لا أنا أنا المهيمن على بطولة الدوري السندي أو أنا أكبر فرقة عندي فرصة للفوز ببطولة الدوري فهتبتدي كل فرقة تحاول تفرط سيطرتها على الفرقة التانية طبعا الأهلي طبعا بينقصوا النهاردة لعيب كي بلاير مهم جدا وهو إيهاب أمين إيهاب أمين اللعيب مؤثر جدا لكن المفروض أن باقي اللعيبة يعني طبعا تقدر أن هي يعني تحاول أن هي تستعيد زمام الأمور محتاجين من اللعيبة كتير تفوق النهاردة زي مثلا عمر الجندي محتاجين أنه النهاردة يشد حيلوه ويبقى يبقى على أحسن فورما لي محتاجين يعني الفرقة تلعب مع بعض ويبقى فيه روح قتلايا قوية جدا النهاردة لأنه طبعا ماتش مهم ودايما ماتشات الزمالك بتبقى لها طبع خاص ولها يعني استعدادات نفسية واستعدادات بدنية وتدريبية خاصة لأنه طبعا دي من أهم المباراة الموجودة في الدورة الناس كلها بتحب تفرج على ماتش أهلي والزمالك فطبعا النهاردة ماتش له أهمية خاصة جدا ونتمنى إن شاء الله التوفيق النهاردة لفريق أهلي والنهاردة يعمل مباراة كويسة بإذن ونقدر أن نخلص الماتش بإذن إن شاء الله يا كابتن خارج يمكن يجيلك برضو يا كابتن كريم يمكن مباراة الأهلي والزمالك نفس المباراة دي السنة اللي فاتت لبكتها ملعبنا وكان معنا المحترف أليكسي يونجي كان موجود وخلص التقييم بعد إكسر فوزنا على نادي الزمالك بعد المباراة يمكن شهدت عدينا فيها المية نقطة يمكن كان مية وسبعة مية وخمسة أو مية وسبعة مية وثنين يعني مش فاكر بالزبط الرقم كان كام بس عدينا حاجز المية فإذن المباراة بتبقى على ملعبنا بيبقى فيها نوع من عنوع الحماس شايف النهاردة المباراة إزاي كابتن كبتن كبتن إن المطش ده بيستقطب طبعا قطع كبير من الجمهور حتى لو في ناس ممكن تكون في بعض المباراة مش متابعة مثلا المطشات اللي بين مثلا الأهلي أو الزمالك مع الفرق التانية لا مطش الأهلي والزمالك اللعيبة عارفة إن الجمهور كله بيتابع المطش ده وبيتابع نتائجه وبيتابع الأداء بيتابع بيركز معه جدا فده ممكن يعمل ضغط شوية على اللعيبة أو يخليهم يخلي تركزهم يعني النقطة التانية إنه هو دلوقتي الأهلي هيحتاج المطش ده يجواب على سؤال مهم جدا هل أنا اللي حصل لي المطش اللي فات ده كان كبوة ولا هل أنا عندي مشكلة نعم تمام فلازم النهارده نحاول نرد على السؤال ده إن إن شاء الله اللي حق بالذبط كده بالأداء وبالتركيز ده هيجي بالتركيز في التفاصيل وزي ما كابتن خالد قال ده هيجي لما اللعيبة اللي كانت مش مركزة للمطش اللي فات هنعتبرنا ده أوف دي نعلي من تركيزنا النهارده عشان حتى الفرقة الكبيرة ما ينفعش اللعيب يعمل مطش وحش في المطش اللي بعده في المطش اللي بعده لأ لازم مطش واحد أعمل ستوب أفسر على المطش اللي قابلي أنزل المطش اللي بعده مختلف تماما وخاصة أن ده مطش القنا خلينا أقول لك برضو كابتن كريم إن إحنا آه قد نعاني من بعض الغيابات فعلا ولكن برضو نادي الزمالك وعلم الغيابات عندهم أهم العيب طبعا ومن أكتر العيبة في مصر يعني مؤسرة من الحالة أنس وسامع غايب طبعا بإصابة رب دعش فيه كان كتفه والحقيقة صاب مع منتخب مصر هو هو بيشرق يعني بيشرف بتمثيل منتخب مصر وصيب فالنادي الزمالك والريدي عنده إصابات وعنده إصابات في العيبة ويمكن نادي الزمالك مختلف على سلفات برضو مهابي ياسر سافر برة راح أحد الجامعات الأمريكية فمش موجود فإذن يعني برضو فيه غيابات في نادي الزمالك فإذن ده تأكيدا اللي قاله كابتن إسلام إنه مبرقمة الغيابات ممكن ما تأثرش مضبور كابتن إسلام الفرقة كبيرة مفروض ما تأثرش بالغيابات المفروض يبقى عندها البنش اللي بره باللعيب الناشئين اللي طلعها تساعد القوامل الأساسي لفريد درجة الأولى تبقى دنيا متوازنة ما ينفعش نبقى فرقة كبيرة ولما حصل عندنا غياب مثلا واحد أو اثنين الفرقة ده يختلف أو المستوى يتأثر تمام فده يتطلب من الناس كلها تركيز مضاعف تمام بحيث أنه طبعا الروح القتالية ونحن موضت تفسينها في الملعب عشان حتى أي غيابات موجودة نقدر نحن نعوض صحيح طب أجينا كابتن سلعوي تاني يعني مباراة النهاردة هتبقى مباراة بين مدربين اتنين أكيد اتفرجوا على بعض وشافوا بعض النادي الأهل يمكن لقى تقريبا 26 مباراة لما يكن 27 مباراة خسرنا مبارايتين فقط الحمد لله خدنا ثلاث بطولات فإذن في حالة من الثقة خسرنا مباراة لا مباراة اتحاد ومباراة مصد مبارايتين خسرناهم فإذن رقم ريكورد محترم ما تحققش من 2012 ممكننا بنلعب إسلام وكانت حقق في جيلنا وكان معنا كابتن عشر توفيق طبعا مدير فني كان فايتها في مجال كورت السلة إنك توصل لرقم ده إنجاز كبير أنا اللي أصد أقول حضرك إن المباراة زمانية بين اللعبة أيضا من الأجهزة الفنية في جهاز فني يوناني ماسك نادي الزمالك وهو لإسم كبير بالمناسبة في اليونان اللي عايزين نقوله إن بالنسبة للمدرب النادي الأهلي مدربنا الأسباني جوست بوش كان أعتقد في جهاز برشلونا كان في دمن الجهاز يعني برشلونا ومشتغل مع منتخبات أسبانيا يعني هو جاي من أوريدي جاي بإسم كبير واشتغل في ناس زمالك أولا ما جاي وقدري حقق بطلتين غنوا غايبين عن ناس زمالك بقالهم فترات كبيرة جدا بطولة الدورة العام وبطولة أفريق المدرب الموجود حاليا مدرب يوناني برضو مدرب مصنف ومدرب كويس سيفي عالي جدا ولكن هي العملية إن هي هتبقى منافسة بين الاثنين مدربين خارج الحدود اللي أعتقد المدربنا حافظ لعبة الزمالك شخص شخص ولكن أعتقد اليوناني سيبقى جديد برضو على الدولة لأنه لسه ماسك من فترة قريبة لكن الأهل بما نحضر أي حد موجود إن شاء الله بيسد وما بنحسش إن فيه فرق ما بين الموجود والغياب لكن هي مباراة زال طابع خاص بين الاثنين مدربين هتكون صحيح خلينا نروح مع حضراتكم هنستعرض ترتيب دوري السوفر قبل انطلاق الجولة الرابعة النهاردة ها يعني نستعرض الجدول مع حضراتكم عشان في بعض الأرقام اللي محتاجين يعني النقاشة مع ضيفنا مع حضراتكم على الهوى دلوقتي يمكن المركز الأول الجزيرة لعب ثلاثة مباريات فاس في ثلاثة ليد 218 نقطة على مية 96 نقطة الفارق ما بين الاثنين طبعا اللي يقول عليه 22 نقطة الأهلي ثلاث مباريات فوزين هزيمة 229 نقطة 211 نقطة دخلوا فينا الفرق 28 نقطة يتحد الاتصالات المركز التالت وده طبعا حاجة تحترم جدا للتصالات النهاردة بتيجي في المركز الثالث ثلاثة لعب 2 فوز واحد خسارة 253 نقطة لي 32 نقطة عليه فرق 23 نقطة ومصر التأمين في المركز الرابع لعب ثلاث مباريات أيضا 2 فوز وهزيمة واحدة 242 نقطة عليه 32 نقطة عليه الفرق 10 نقاط للتحاد السكندري لعب مباريتين فوز واحد هزيمة 246 لي 239 عليه 7 نقاط فارق نخش على سبورتين في المركز السادس فوز واحد وهزيمتين 222 نقطة عليه عليه 228 نقطة عليه مي ناقص 26 نقطة سموحة في السابع 3 مباريات 3 هزيمة ما فيش فوز 224 نقطة عليه 251 نقطة يعني ناقص 27 نقطة عليه الزمالك في المركز الأخير الثامن 3 مباريات خسارة 3 فوز زيره له 191 عليه 228 مي نس 37 نقطة يعني ضيوفي أنا حب أرجعلك يعني برضو أجي لكابتل إسلام عليه هنا بالمنظر كده أو بالرؤية أقوى دفاع في الدوري هو نادي الجزيرة 196 نقطة يليه أقوى دفاع في البطولة نادي الأهلي هدخل 200 واحد نقطة رأيك يا كابتل إسلام وعايز كل ده ثلاث ماتشاط الثمن فرق الثمن فرق أقوى ببعض الزمالك في ماركس 8 ده مش معنى أنه أقل فرقة ولا وغير كده أنه النهارده فيه أربع ماتشاط بيتلعبه أقوى هم فنيا بالوغر وقال ماشي أقل يا زمالك أنت عندك ثلاث ماتشاط تانيين الجزيرة أنا جادر معي هو مصر تأمير راح للجزيرة في الجزيرة في ملعبه والاتصالات راح للسموحة سكندرية وسبورتين راح للاتحاد فيعني نسبيا ترتيب الاتحاد سيتغير ترتيب الجزيرة مفروض أنه يفضل زي ما هو يعني لو الأهل إن شاء الله يكسب النهارده والجزيرة يكسب يبقى الأول والترية زي ما هم الزمالك الزمالك النهارده هل كي ماتشاط ثلاثة وتمانين خمسة وسبعين لا اللي مش متوقع هو ده ثلاثة وتمانين خمسة وسبعين الفرق ليب جد يعني سبورتين عمل مبارك وإيسا ماشي وانا عندي ملاحظة هنا إن الاتحاد بيخش فيه دايما أبوغ في الخمسة وسبعين فوق الخمسة وسبعين وده طبعا بيدل إن الاتحاد يعني عنده مشكلة في الدفاع يبقى هو كده لاب اربعة كسب ثلاثة وخسر واحد يبقى الترتيب هذا النوع تغير هل فيه مباراة تانية خص ولا مباراة تشغالها أول ما النفاج هجلنا أول بأول يعني 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 الجزيرة الأهلي إن شاء الله يكسب النهار ده يبقى الاتحاد ممكن يقفز لمركز التاني بالتساوي مع الأهلي ممكن يبقى التالت أو التاني على حسب الاسكور عشان حتى كنا نتكلم أن الاتصالات أو التأمين هم أقل فرقتين هم جايين لحد الآن في المركز الثالث والرابع وعملين مباراة ولسه مفاجآت هتحصل كثير مش ما بقيتش مفاجآت بقى خلاص ما بقيتش مفاجآت هم مقادين من أول الموسم على فكرة من أول دور مرتبط هم مقادين بشكل رائع بقى سابت فعالي للآخر وقدر يقف على رجله لحد الآخر هو اللي هي كبتن كريم هل كانت الإسلام مشكورا أنه بعض الملاحظات على الجدول رأيك على الجدول الترتيب هل بعد ثلاث جولات والنهار الرابع لك ملاحظة على الأرقام قدامنا كبتن كريم هي كان الملاحظة من المطش الذي نتكلم نركز يجب أنه يجب من سكور كبير وممكن يكون من كتر يجب من طريقة اللعب وكذا الديفنس يجب في المرتبة الثانية أو أنا بجيب سكور كبير فمش هممني أنا بخش في دي ولكن ده لما يجب في يوم في أوف دي زي المطش اللي فات هتلاقي نفسك خسرت بس خلي أعسف يعني أنا آسف يعني بس هو بالأرقام يعني هتلاقي الفرقة اللي دخل فيها سكور أقل فرقة الجزيرة 196 نقطة والأهل 22 واحد يعني هم 2 تقليمات زي بعض فرق 5 نقاط بالنسبة الفرقة التانية الفرقة شاسع الفرقة اللي بعدين أقرب فرقة لنا جاية بفرق 28 نقطة 29 أنا أنا بقول لحرك فرقة حدش يجيب عندي تمام بالضبط بعد كده لما الموضوع ده يحصل أوتوماتيك هتلاقي المواضيع في الأرقام تحسري بحس أن الفرقة تبقى سمعتها لأ دي فرقة اجريس الوفينس بتاعنا طبعا مفروض أنه كده كده موجود بس لا قدر اللي لو فيه يوم أوف دي زي الموضش اللي فات هتكسب بس خلي بالك برضو يا كابتن كريم احنا كلمنا على الدفاع الهجوم احنا مش في قضل حالتنا يعني احنا جايبين 200 واحد نقطة يعني احنا بسبب غياب اهاب امين احد الهدفين احمد حمدي كان احد الهدفين مروان سرحان كان بيشارك بشكل كبير وهتلاقينا احنا كان مفروض 200 واحد نقطة لو احنا بكام بكوتنا الهجومية هتلاقي نوصل 222 و 232 نقطة اللي هو الطبيعي بتاع كل الفرق يعني يمكن سموحها بس هي 251 نقطة جايبة افترات مبرايط هي اعلى شوية بس طبعا هي عندهم أزمة الفترة الجال محترف جال صليبي فطبعا هتب عندهم تمام بس ميزة نفضل المحافظين عليها ان السكور متوزع للعيبة حتى لو في حد سكورر موجود تمام بس اللعيبة التانية تقدر انها مثلا بدلا من السكور مثلا واحد جاب 25 بنت لو سي انه مش موجود في يوم انا جيب 8 اللي بعد اجيب 10 اللي بعد اجيب 11 نطلع نلاقي نفس الأفريج بتاع السكور او الحصة بتاعتنا في السكور موجودة متأصلتش برافو برافو ملاحظة جميلة جدا كابت كريم برضو كابت خالد احب اسمع ملاحظاتك على أرقام وجدول ترتيب الدول يعني طبعا انا ملاحظتي في الماتش اللي فات بالذات فريق الاهلي طبعا هو الوفنس او الهجوم بتاع الاهلي طبعا يعني لا قليل يعني عشان خاطر اللي بيحط سكور او هو الكي بلاير اللي بحط 3040 بونت في الجيم والباقي الفرقة بتحط 5 بونت و6 و10 خلي بالك احنا كل محافظ على سكور يعني عمر جندي بيجيب عندك تومسون 1119 بونت فكل بيجيب بس انت عندك دلع من الدلوع المهمة يعني مش موجودة فده عمل معك لو شوية في مزبوط مزبوط كبير لازم يكون مور برفورمانس أعلى بوس كابتن هايس بوس حول لحرقة حقية الفرقة ضعيف يعني الفرقة اللي بيجي فيها بسكت بيطلع الكرة بصعوبة جدا من تحت البسكت بطئ جدا ما فيش الارتداد السريع اللي يخليك تحط بسكت بسهولة فده عمل لك مشكلة في الوفنس كل كرة بتخش بسكت بتيجي ترد بالهجوم بتطلع بالراحة لازم العنصر الأساسي في الأوفنس بسكت بس خلينا أقول لك أن بطولة العربية بطولة القاهرة والدور المرتبط لم يكن لدينا المشكلة دي يعني المشكلة دي ظهرت مع الإصابات ومع الإجهاد بالزبط يعني كده كده هيحصل لك إصابات وكده هيحصل إجهاد لأنه عدد المتشاط كبير والموسم طويل فأنت لازم تبقى 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 استراتيجية أنت تتلعب بها أن أنت يبقى عندك أوفنس سريعة الفترة اللي فاتت كان الأوفنس بطيء جدا يعتمد على الهجمات اللعب 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 بالأوفنس وخمسة على خمسة ده طبعا بيعرضك أن أنت بتجلي كتير عندك اللعب اللعب اللي بتشوت ما بتجيب من بره بيحصل لك مشاكل كده لما بتروح لعبة سريعة بتروح 3 على 2 أو 2 على 1 البرسنج بتاعتك أو النسب المقوية للتهديف بتبقى أعلى بتعرف تحط تحصل للمربع بتعرف تحط بسكت إنه هو كويس لكن كده وضحة المشكلة إنه عنده مشكلة في الأفنس أكتر ما هي مشكلة في الدفاع ممكن ملحوظة كويسة جدا إحنا وحطينا 20 بونت أزياد في الهجوم ويدات طبيعي إنه نوصل 240 نقطة مثلا في الهجوم وده أكتر حاجة بس حاجة معقولة ومناسبة لإمكانات النادي الأهلي مشكلة تحل بالضبط تاني حاجة أنت عندك الشوتينج برسنت بتاعتك محتاجة نهاية تعلق يعني اللعبة محتاج نهاية تتمرر أكتر على الشوتينج لازم بيرقى البرسنت بتاعت الفيلد جولز أو الكورة اللي بتخش من الشوتينج ما بقاش أنا جاي شايت مثلا 20 كورة جايب منها 3-4 كورة لازم النسبة بتاعت الشوتينج تعلق لازم ناس تتمرر أكتر على الشوتينج في المواقف الصعبة تحت ضغط أستاذ برضو الفيلد جول في 3-0 أو 30-0 في المية أو 38-9 دي حاجة كويسة طبعا حاجة كويسة جدا الفيلد جول بقى 2-0 لا موضوع لازم تعدي 50 ولازم تعدي 60 في المية بالزبط فاول شوتينج مثلا ما يفعلش أنا أبقى مغلوب مثلا وبحاول عوض وأخش أجل كورتين 3 فاول شوتينج وغيرا بعض يضيعون الموجود بتاع يضيعون التعب اللي أنا أتعاب ففي شئة حاجات كده إحنا محتاجين نهتم بها الفترة اللي جاية دي ومسيطة حاجات سهلة جدا وحاجات ما فيهاش أي مشكلة نقدر بالتركيز عليها نقدر نحسن منها ونقدر نتقدم كتير في عطل اللي جاية إن شاء الله كابتن سلعوي يمكن نقدر نستعرض قوائم الفرق الدنيا جاهزة خلينا نسأل كابتن سلعوي يمكن مباراة النهار يعني عايزين كلمة المطلوب من النادي الأهلي يعمل إيه خلينا نستعرض الجهاز الفني نتقدم الأجهزة الفنية ونستعرض الدنيا مع السادر المشاهدين كابتن سلعوي أستاذ الحضرتك الجهاز الفني للنادي الأهلي تفضل كابتن سلعوي بتكون من الأسباني جوست بوش مدير الفني أحمد الجرحي مدرب عام رامد دياس مدرب طر الغنام مدير إداري وليد الخراط إداري هيسم الضبع أخصي علاج طبيعي ومعها أعتقد أكرم دكتور أكرم محمد جاد طبيب الفريق نادر خسام أخصائي تخزيها علاج لطفي محل الفني محمد عيسى تدليق ومساج وحامد الكاس مهمات وده عبارة عن جهاز فني كرة السلة لنادي الأهلي بتهيلها كابتن يمكن يعني احنا كنا قلنا أن الجهاز الفني أغلبه مع بعض يعني كابتن أحمد الجرحي رامي وطر جرنام لابوا مع بعض جيل واحد حتى علاج لطفي محل الفني كان بلعب دايما في نادي طلق الجيش وكان دايما في السن ده يعني تقريبا كله نتكلم في جيل واحد تقريبا خلينا نستعرض مع كابتن إسلام طبعا الجهاز الفني لسلة نادي الزمالك تفضل لك المدير الفني اليوناني أنجلو المدير فني ياسع أبوهام مدرب عام سامير جودة المدرب مصطفى محس مدير إداري دكتور إسلام جمعة طبيب الفريق ومحمد سعيد مخط أحمد وعلى فكرة دكتور إسلام ده من أبناء نادي الأهل آه كان دكتور في نادي الزمالك هو نفس الجهاز سنة الفاتد معدر المدرب الفني الجديد اليوناني فانجلس نفس الجهاز كان مع سنة الفاتد يعني شايف الجهاز الفني في نادي الزمالك اللي استعرضنا هل يمكن غاب عنهم طريق السعيد اللي كان معهم السنة الفاتد يعني شايف ممكن الجهاز بقاله أكتر من سنة مع بعض ده ممكن لديهم حالة انسجام يعني شايف ده ازاي اكيد وبرت على فكرة من اول ما جم مع احترامنا الكامل الجهاز السابق قبل نفس المجموعة اللي كانت موجودة الجهاز ده جاي في نص موسم نعم غير شكل فرق تماما كان معهم محترف سوبر 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 يعني وكسبوبي الدوري افريقيا ولكن المحترف الحالي اللي موجود معهم مميز جدا جدا بغض النظر عن النتائج اللي هم ماشيين بيها بقالهم كام ماتش نعم المحترف عام كواس جدا 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 اللي موجود حاليا ما يقلش كفاءة عن والتر هاجل حتى بعد التصرف اللي حصل في ماتش الجزيرة ده تصرف في حصل طبيع ما بين اي الجهاز الفني يعني قريب جدا من اللعيبة وغير من اداية الفرة وشكل اللعيبة بروح لين ياسر عبدالوهاب وساميل جودة من ابنان الزمالك طبعا و ساميل جودة لعب في النادي الاهلي موسمين موسم 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 انا شرفت ان انا لعبت معها طبعا ساميل جودة من اساميل اللي في مصر واحترف سنين برا مصر ومناسبة متعرفش ان فيه يعني كابتن فرينا زمالك السنة اللي فاتت كان هاي ساميل السحر كان لعب في النادي الاهلي هو واخو محمد سحر موسمين مزبوط مزبوط فطبعا الجهاز الفني على وعي وعلى خبرة بالفرقة من السنة اللي فاتت جايين من نص موسم من السفات وعمل وموسم رائع ومكملين السنة ممكن يكون فيه السنة هذه ظروف وانت بتتكلم مع كريم ضيف على موضوع ظروف الإصابات والكلام ده هرجع وأكد على نفس المعلومة ان عمر مكان الظروف بتغير شكل المفروض في فرقة كبيرة ولو هنتكلم كده نقول ان الزمالك عنده ظروف سيئة جدا فيه مستحقات لعيبة ما بتنتخدش بهالهم مدة والكلام على فكرة أنا بقوله ده مستحق على المواقع ممتشم يعني قصد اقول ان فيه ظروف فيه ظروف سيئة حاليا في نادي الزمالك فالمفروض بقى لو هنتكلم كده يبقى عمره ما هيكون كده عمره ما هيكون كده بس احنا دايما في استوديو التحليم نركز على فرقيتنا نتعرف طبعا ركبت اسلام ومزبوط لكن عايز اقول يعني في القصة دي ان احنا حتى نادي الاهلي فيه اوقات كتير كان بيبعند نا ظروف وغيابات ونقص كتير وبتاع وبنكسب وبنقف على رجلنا يعني عمر الظروف الظروف القبل المباراة ملهاش عليك خالص دخلت الجيم والتشيرت الأحمر والتشيرت الأبيض الوعد اللي هيلعبه في قائمة الرجلسة اللي تقالي جبنها من أرض الملعب الاثناشر لعب خلاص الفينال اللي هيخده المباراة تفضل لكابتن خالد تمام عندنا عمر علاء زهران عمر عزب عمر الجندي سيف سمير إبراهيم الجمال مودي الجرحي محمود وليد أحمد مهيب مايكل تومسون محمد ابو نصر عبدالله دخل مكان سيف صلاح فاكر فاكرين حوال يبقى كده نفتكر فهو كده برضو يعني هو برضو كابتن مستر أجوستي مجال عند سياسته دفع بالنشئين وديه طبعا في لقطات حية بنزعها من أرض الملعب أهي خلاص تسكين الفرقين يمكن نادي الأهلي في الملعب أنا بص كابتخيات برضو نادي الأهلي في الملعب نادي زمالك لسه منزلش أرض الملعب مش شايفينه في أرض الملعب نادي الزمالك ولكن نادي الأهلي هو بتافي بعض الإصلاحات التزبيطات أو المنتلنس بيعملوا حاجة في ظهر البرد يعني بتاقي خلاص نحن نتكلم إن شاء الله في نص ساعة أو أقل أو أكثر بديم وأعتقد أن كمان نادي الأهلي ملتزم بالعدد الرسمي فيش حدي في الملعب في عدد رسمي ملتزم بالنادي الأهلي اللي راحه بس أعتقد 25 واحد هم اللي المفروض يكونوا موجودين إحنا شايفين يا جماعة دي لقطات حقيقة نادي الأهلي بيلتزم أكبر نادي في مصر طبعا بيلتزم باللوايح بالقوانين وبيطبقها على نفسه أولا وطبعا نلتزم بتعليمات اتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدى مفريخة بحضور عدد معين من الجماهير بتبقى مذكورة السنة غير رادية اللي أنا شايفه ده أنت عايز جمهور بس معلش يا كابتن بعد اللحظ معلش يا كابتن إسلام ده كان لازم ولازم يحصل لأنه أنت عارف الأحداث الحصل السنة اللي فاتت واللي قال لك لا ده احنا كذا وكذا مش عايزين ناخد فيها كتير ولكن اللي حصل السنة اللي فاتت يخلي المباراة لها طبع معين اللي لازم يدي الأهل يدي مثل واضح أن أنا وطبق اللوايح أنا معاك أن الأهل بيطبق اللوايح أنا مش راضي على أن منظر ملعب بسكت يعني يعني يقصد يقول لك ملتزمين باللي بيقوله لالتحاد ده أكبر ماتش جماهيري وعايز أقول لك على حاجة برطب ماتش الاتحاد وسبورتينج اللي كان بتلاقي بدلوقتي الصالة مليانة يعني أصد أقول لك هي الفكرة مش ما هو إحنا أكيد الجماهير بتدي واتحاد وسموح ناس أنت بتلاقي الجمهور موجود حاجة طبيعية عندما كان المباراة لما كانت المباراة هناك حصل فيها مشكلة حصل فيها مشكلة وقال لك أصل النادي الأهلي ولعيب كورة بنقول لأخرج والكلام ده كله هي ما لاش أي علاقة بأساميها لها دعوة بتطبيق ليحة ما كانش ليها أي لعوة بأي اسم فإحنا كده أسلم وأفضل يا كابتن إسلام طبعا أنا فاهم أصدق وكل حاجة بس أروح لك كابتن كريم يعني برضو هل لك أي تعليق على تشكيل الأهلي يا كابتن كريم لا هو مفيش تعليق هو بس يعني التعليق اللي أنا عايز أقوله بس على الكلام اللي احنا كنا قلناه في الملحوظات اللي قلناها في الفترة الأولانية هو النادي الأهلي السناني هو اللي عودنا على كده انتوا رفعتوا سقف المطالب تمام فعشان كده احنا بنتكلم في كده تمام احنا بنتكلم في ايه غيابات ما تأثرش التركيز يزيد اللي اتنوت نفسها ليه لأن من أول سيزن المجموعة الموجودة دي بالكبار بالصغيرين بالنشئين بالأعمار المتوسطة انتوا رفعتوا سقف المطالب للناس بسرقة النفس ذات فيها بالضبط تمام فعشان كده احنا بنتكلم الجزء هي الدنيا مش يعني مش سيئة أو حاجة بالعكس ندي الأهلي الغد يبحقق بطلطين تلاتة سوري ماشي كويس قوي يخسر مطش واحد فهو سقف المطالب كل ما بيزيد كل ما بيزيد كل ما الجمهور كمان بالضبط سقفه بيزيد بس أستأذنك كابتن خلينا نروح لأرض الملعب وزميلية العزيزين فاروق صلاح وسلاح حامد طبعا هنقول لنا كل عادة واللي احنا متعودين منهم يقول لنا كل الأجواء اتفضل يا فاروق طبعا كل الشكر وكل التحية للكابتن هيسم السعيد وشكر موصول لضيوف الكرام النهاردة كابتن هيسم ستوديو مدجج بالنجوم طبعا كل الشكر كل التحية لكابتن مصر كابتن محمد السلعوي كابتن خالد مصطفى كابتن اسلام علي والكابتن كريم مضيف وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادر في كل مكان وبرحب طبعا بزميلة العزيزة سالة حامد لصوت يعلف وقصوت الديربي والقمة مباراة الأهل والزمالك دائما وابدا تبقى مباراة القمة ما بين الأهل والزمالك في مختلف الألعاب لها اهتمام مختلف لها يعني تقدر طولة كابتن هيسم اهتمام على المستوى الإقلامي اهتمام على المستوى الفني اهتمام على المستوى الجماهيري مباراة القمة ما بين الأهل والزمالك هنا على صالة الأمير عبدالله الفصل مباراة بدون عنوان ندرون عنوان مسير مباراة في غاية الأعمية للفرقين. بفعلي يا فاروق زي ما انت قلت بس طبعا خليني في البداية أرحب بكابتن هيسم وبكل ديوفه طبعا الكبار والكبات الكبار في الستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة نادي الأهلي في كل مكان. وبالفعلي يا فاروق زي ما انت قلت النهاردة مباراة مهمة مباراة الدربي ما بين نادي الأهلي ونادي الزمالك في الجولة الرابعة في المرحلة الترتيبية اللي بطولت دوري السوفر لكرة السلة طبعا مباراة مهمة بالنسبة للفرقين يا فاروق يعني طبعا الفرقتين يعني يمكن نادي الأهلي بعد هزيمة مصر التأمين ونادي الزمالك بعد هزيمة مصرية الاتصالات. يمكن الفرقتين النهاردة يعني بيبحثوا عن الفوز وطبعا عايزيني فرحوا جميع جماهره وممكن طبعا خليني في البداية يعني اقول لكل مشاهدي المتابعي شاشة قناة نادي الأهلي انه نادي الأهلي في المركز التاني في ترتيب المرحلة الاولى البتول الدوري السوفر برصيد خمس نقاط ونادي الزمالك في المركز الثامن والأخير برصيد ثلاث نقاط. طبعا خليني في البداية كمان يا كابتن هيسم. اقول لحضرتك ويعني انقلكم يعني اخر استعدادات النادي الأهلي والكوليس قبل بداية وانطلاق مباراة اليوم يمكن مستر اجاصة ابوش بعد مباراة يعني يا فاروق مصر التأمين قرر يعني انه اللاعب النادي الأهلي يوصلوا التدريبات بدون راحة ثاني يوم بعد مباراة مصر التأميني يمكن كانت يعني التدريبات في تمام الساعة الخمسة مساء ويمكن التدريبات كمان يعني فضلت متواصلة لحد النهاردة. كمان مبارح كان فيه تدريب على نفس الصلاة صالة أميرة عبدالله الفايصل وكان قابليها زي فيه فيديو ميتنج او محاضرة فيديو وكان مع العيب النادي الأهلي والجهاز الفني طبعا بيتكلم فيها على نقاط الضعف والكوة الموجودة عند نادي الزمالك وبعض الفيديوهات يعني لمباريات مباراة من الساعة تمانية للساعة تسعة وربع قرر انه الجميع العيب النادي الأهلي اتمرانه النهاردة الساعة 11 الصبح لمدة ساعة شوتينج على الباسكت هنا بعد التدريبات في صالة الأميرة عبدالله الفيصل عشان طبعا يستعدوا بشكل قوي لمبارات اليوم. يمكن طبعا يا فاروق نفس الاهتمام ده لنادي الزمالك واستعدادات نادي الزمالك لمبارات اليوم بالفعل زمالك العزيزة سالة بالفعل كابتر عيسم على الجانب الآخر لنادي الزمالك والمدير الفن اليوناني فانجلس أنجل بيولي اهتمام كبير جدا لمبارات الأهلي خاصة بعد التعثر في أول ثلاث مواجهات أمام فريق الجزيرة. كان نادي الزمالك طلق الأزيمة أمام الجزيرة بنتيجة 70-56 ثم الأزيمة الثانية كانت أمام فريق الاتحاد بنتيجة 80-65 وآخر الأزيمة كانت أمام فريق الاتصالات بنتيجة 78-70 طبعا النهاردة بيعود المحترف في إجرسوزة بعد انتهاء الإقاف ودفع الغرامة اللي كانت مقررة بعد إقافه في مبارات الجزيرة لمدة مباراتين وغرامة 30 ألف جنيه النهاردة هيكون موجود مع فريق نادي الزمالك. نقدر نقول خلال الفترة اللي فاتت عاقب مبارات المصير الاتصالات تعرف الدوافع النفسية ويعني الجانب الآخر في نادي الزمالك بيهدوا اهتمام كبير جدا يا سالة لمبارات الآلة بالنسبة لهم مباراة مختلفة لها دوافع مختلفة حاول يشتغل المديري الفني اليوناني مع اللاعبين على استجلال بداية هذه اللقاء واعتبار ان هذه المبارات تكون بداية للمبارات القادمة لنادي الزمالك ويخلق دوافع النفسية. عنده مجموعة من الغيابات النهاردة أبرزة طبعا اللاعب أنس أسامة اللي موجود حاليا في أحد المراكز الطبية بالدوحة بيجري عمليات التأهيل الأخيرة وهيعود يوم السبت القادم بمشيط اللاعب طبعا بنتمنى له سلامة وكل السلامة يعني كل اللاعبين. أيضا غياب أحمد عاصم ويسين ياسر وعليح جازي يعني بعد إصابتهم بإلتواء في الكعل غيابات في نادي الزمالك أيضا يا سالة غيابات مؤثرة في النادي الآلي. النادي الآلي بيفتقد العناصر المهمة في هذا اللقاء النهاردة. بالفعل يا فاروق زي ما أنت قلت يمكن طبعا من العناصر المهمة اللي هتغيب النهاردة عن مبارات اليوم مبارات الآلي والزمالك هو إيهاب أمين اللي هيغيب عن مبارات اليوم طبعا بعد ما كنا زي ما احنا عارفين أنه هو أجرى عملية جراحية عملية الزيدة ويمكن الجهاز الفني والجهاز الطبي يعني الفترة الماضية كانوا مش عايزين أنه هو ينزل يعني المباريات أو التدريبات الجماعية مع اللاعبين عشان خوفا من أي مضعفات تحصل طبعا لإيهاب أمين ويتزيد فترة غيابه عن المباريات يمكن خليني أقولكم كمان أنه إيهاب أمين حاليا في فترة التأهيل فترة التأهيل عبارة عن يا فاروق بعد التدريبات في صالة الجيم وفي حمام استباحة وكمان هنا يعني شوتنج على الباسكت في الصالة ولكن الواحده يعني بدون احتكاك مع أي لاعب ولكن إن شاء الله يعني بعد أسبوعين إيهاب أمين هيعود مرة أخرى لتدريبات الجماعية ويبتدي يحتك بشكل طبيعي مع جميع اللاعبين كمان مروان سرحان يا فاروق عنده إصابة في مشتي يعني التالت والرابع يمكن الإصابة دي تعرض لها أثناء التمرين وهيغيب يعني من مدة غيابه عن الملاعب هتتروح ما بين 6 ل 8 أسابيع هيغيبه ولكن إن شاء الله يعني بعد بكرة هيكون فيه أشاعة على إيديه عشان كمان يعني جهاز الطبي يتطمن على الإصابة ولكن إن شاء الله يعني بعد شهر تقريبا نقول إن هو هيرجع تاني للتدريبات الجماعية بالفعل يا سالة عايز أقولك برضو يا كابتن هيسم عايز أشيد بالدور اللي بيقوم بالإدارة التنفيذية في النادي العالي هنا في صالة الأمير عبدالله الفصل دور كبير جدا للإدارة التنفيذية ممثل في الدكتور سعد شربي وأيضا العميد علاء صلاح مدير الأمن في النادي العالي بالجزيرة طبعا تشديد تام على الحضور وهو 25 فرد يتضمن أعضاء مجلس الإدارة 25 فرد من نادي العالي 25 فرد من نادي الزمالك أقدر أقولك طبقا للظروف أو الأمور أو التنظيم اللي بنادي العالي استحالت لها 25 ورابع خالصة كابتن هيسم دور كبير جدا للإدارة التنفيذية في النادي العالي وأيضا دور الأمن العميد علاء صلاح مدير أمن النادي الزمالك الجزيرة النهاردة أيضا كابتن هيسم عايزة أقولك طاقم تحكيم هذا اللقاء الكابتن محمود إبراهيم والكابتن محمود جمال والكابتن آية خالد ويراقب اللقاء الكابتن محمد جلال من الأمور المهمة برضو واللي أنا عايز برضو من خلالك ونستغل تواجدنا من خلال شاشة قناة النادي العالي دور ويوم مهم جدا يعني بيعيشوا جمهور النادي الآلي على شاشة قناة النادي الآلي بدأ من مباراة الآلي وسبورتينج في كرة الطائرة ثم مباراة الآلي وهليوبلس لي السيدات والفريق المميز جدا فريق السيدات في النادي الآلي اللي النهاردة فاز على فريق هليوبلس في الجولة الخامسة بنتيجة سلاسة أشواط نظيفة بعد الفوز بـ 25-15 وـ 25-10 وـ 25-8 ويعادل رقم الفريق التوركي هالك بانك بـ 76 انتصار طبعا كان فيه نقطة مهمة جدا كان فيه مباراة بين أصحاب الجياد وإكتوبر في كأس مصر الموسم الماضي كانت في دور الثمانية مع انسحاب الفريقين فأهل النادي الآلي النادي الآلي كان حاسب أزيل المباراة دمن المباراة علشان النهاردة يكون الرقم 77 ولكن الاتحاد لم يحتسب أزيل اللقاء إن شاء الله المباراة القادمة للفريق النادي الآلي هتكون أمام فريق أصحاب الجياد بـ إكتوبر بالأسكندرية معزرة إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الآلي ومدير الفني الكابتن حمد الصافي علشان يحقق رقم القياس إن شاء الله يحسب ليه فريق النادي الآلي إحنا موجودين معك كابتن هايسم لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل الأجواء الأمور هنا في صالة أمير عبدالله الفصل إن شاء الله تبشر بمباراة راعة تكون ما بين الآلي والزمالك طبعا كل التوفيق لفريقنا فريق النادي الآلي بإذن الله فروق العايز علىك سؤال يعني إحنا يمكن الكاميرا جايبة الخلفية بتاعيكم المدرجات اللي أمام المقصورة فطبعا على وقت إحنا هي خالية تماما والالتزام بتعليمات التحدي السلة ولجلة المسابقات بالقيادة الكابتن أحمد كامل التزام كامل طب الرؤية أو الشاشة مش جايبة المقصورة وما حواليها هل في حضور جماهيري هل فيه ناس موجودة ولا اللي موجودين بس اللي مذكورين في اللستة أو في القائمة التي تم إرسالها لاتحاد السلة يا قدر أقول لك كابتن هايسم إن كل فريق قدم قائمة للاتحاد الكورت السلة بتضمن 25 فرض من ضمنهم أعضاء مجلس الإدارة يعني إن شاء الله زميلنا يعني إن شاء الله يقول حضرتك الصورة كاملة من داخل المقصورة الرئاسية لا تواجد تماما عايز أقولك إن النادي الآلي والإدارة في النادي الآلي سواء الإدارة التنفيذية أو الإدارة الأمن اللي عميد علاء صلاح فرضين يعني كارتون أو تقدر تقول نظام أمني تام على صالح الأمير عبد الله الفصل الأعداد لن تتجاوز أبدا يا قابتن هايسم من 25 التزام من النادي الآلي التزام من نادي الزمالك ودي صورة مهمة جدا وده أمر مهم جدا وأنت عارف دايما يا قابتن هايسم كواحد من يعني الأفراد المنظومة داخل النادي الآلي أعرف إن الأمر لما بيتعلق بتنظيم اللي النادي الآلي بيبقى فيه يعني دقة مطلوبة جدا بتبقى موجودة يعني كل الأمور بتطبق على أعلى مستوى من خلال إدارة النادي الآلي من النقاط المهمة برضو يا قابتن هايسم اللي عايز أستغل برضو يعني وجود حضرتك إن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الآلي على الرغم من تواجده مع فريق النادي الآلي في القطر بيئة الدوحة وبيترقص باسة النادي الآلي اللي بستعد لمواجهة فريق الرجاء إن شاء الله في كأس السوبر الإفريقي اللي نتمنى التوفيق لفريق النادي الآلي أجرى أكثر من اتصال مع الكابتن رؤوف عبدالقادر طبعا لمتابعة ونطمنان على حالة الفريق ويوصل أكثر من رسالة دعم للفريق إن شاء الله عارف الكابتن محمود الخطيب في أي مكان موجود بيتابع بيقازر ويساند اللعبين ويتمنى التوفيق بإذن الله لكل اللعب وكل فرق النادي الآلي فروس صلاح وصلاح حامد من أرض الملع بالحياة بشكركم شكرا جزيرة انتوا غططنا كل حاجة كل الأجواء كل الكواليس بجد يعني بشكركم على هذا المجهود الجميل وأتمنى لكم كل التوفيق وكيد هنرجع لكم إن شاء الله بعد المباراة عشان نعرف منكم أمور كتيرة وكالعادة كما عودتونا هيبقى فيه لقاءات مبيزة إن شاء الله بعد المباراة بشكركم شكرا جزيرة يمكن نرجع لديو في الفيستوديو كريم كنا بنتكلم على مباراة الأهل والزمالك وتشكيل الزمالك وإن قائمة الزمالك بلغونا أو طبعا سالة وفاروق بلغونا من أرض الملعب إن فيه تم استبعاد بعض اللاعبين فكده خلاص إحنا عرفنا الـ 12 لعب اللي هيخوضوا المباراة من نادي الزمالك سريعا بسا كابتن أيسم قبل ما أستعرض القايمة إحنا يحسب للنادي الأهلي التزاب بالقانون بغض النظر عن اللي هيطبقه إذا كان ملتزم بيه ولا لا لأنه هو ده اللي عمل المشكلة السنية اللي فاتت إحنا فيه قانون بس ممكن تروح مثلا مطش تلاقي مثلا مسؤول عن قانون سواء مرائب مباراة أو أي مسؤول يسمح بدخول جماهير فيعمل مشكلة فالمراضي الأهلي بيلتزم بقانون سواء المسؤول عن القانون هيطبقه ومش هيطبقه فدي حاجة تحترم أن النادي الأهلي مش سايب مساحة أن حتى ممكن مشكلة تحصل طب هل بقى سؤال هنا لديوفنا هل حصل زي ما حصل مش عايزة أقول بقى تفاصيل هل تم السماح للعيب كورا أن يخش هل تم السماح اللي موجود اسمه 25 واحد فرد في القيمة بصرف النظر يعني لو جد الوقت كابتن الفريق ومش موجود كابتن فريق مثلا أي لعبة ومش كورة القدم أو غيره ومش موجود في 25 اسم مش هيخش يعني الموضوع ليس له علاقة باسمه أو آخر أو بتاعه الأزمة الحسنة الفاتي دي كانت نتيجة عدم التزام باللواح والقوانين ولكن احنا هو ده نادي الأهلي وهذا قد ورقات كريمة أشكرك على الملاحظة دي بس خلينا نرجع بقى طبعا القيمة نقولها عشان برضو نعرف السيدة المشاهدين مين قيمة نادي زمالك النهار تمام بمسى نادي زمالك أحمد ياسر عمر هشام أحمد حاتم أدهم عصام المحترف إدجر سوسة إسلام سالم أحمد أسامة مصطفى مكاوي رامح جازي معاذ أيمن سليم العسوي حزم المشد تقريبا تشكيل برضو قوي وتشكيل يقدر يعمل مباراة جيدة بس خنت لعرفة أعزائي المشاهدين عشان نرجع بعدين كامل تغطياتنا المستمرة مباراة القيمة لأهلي والزمالي في كرة السلة في الجولة الرابعة ولكن بعد التسلة أهلا بحضركم من جديد وبفكركم تاني إن شاء الله إحنا اللي مش هقدر يشوفنا على شاشة قناة النادي الأهلي المباراة ستبث مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك وأيضا قناتنا على اليوتيوب شانيل يقدر يتابعنا في أي الأوقات طبعا يقدر يتطمن على فرقيته ويشوف المباراة هتوصل لفين وبفكر حضركم تاني المباراة ستنطلق الساعة التساعة والربع تماما إن شاء الله وزي ما حدقكم شايفين دي سرعة من أرض الملعب وخلص التسخين دخل في مرحلته الأخيرة يعني بنتكلم في عشر دقائق اتنشر دقيقة وهنبدأ طبعا نقل الأحداث أروح لكابتل إسلام علي في الستوديو محتاجين نستعرض مع السادة المشاهدين مشوار الأهل في ترتيب لتات مباراة ونتائجهم عشان الناس برضو تبقى والسادة المشاهدين نستعرض مع السادة المشاهدين سبورتينج على مرحبه كسب فرق واحد وثلاثين بونت ودي كان بداية رائعة ستة سعفين أربعة واربعين اثنين وتلاثين بونت اثنين وتلاثين بونت المتش اللي بعده على طول مع الاتصالات كان في خمش وتممين دي كانت في ملعب الاتصالات ملعب ملكزولينبي في المعادي ملعب الاتصالات كان ماتش طف قوي والسكول كان قريب خلصان ستة بونت وزي ما احنا شايفين في آخر دي ايمكن وده عادة فرقة الاتصالات مع ملعب صعب جدا ومحدش بيحفظه بسهولة فكويس ان احنا عدنا في المتش لان برضو الاتصالات زي ما قلنا في اول كلامنا عاملين موسم محترم الوقع كانت في المتش الاخير مع التأمين وبرضو يعني فرقة التأمين مش عزين نبخص حقها عامل موسم رائعة جدا 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 وماشي بشكل كويس فكانوا ند قوي نادي الأهلي مع عدم توفيق لبعض لعبت نادي الأهلي فبالتالي كانت دي أول خسارة ان شاء الله ما يبقاش في خسارة تانية فكده احنا التلات ماتشات كسبانين ماتشين خسرانين ماتش بترتبنا التالي طيب خلينا نقول برضو مشوار نادي الزمالك يا كابتن سالعاو يعني برضو لازم نقول مشوار نادي الزمالك فضل يا كابتن سالعاو مشوار نادي الزمالك اول جولة الاولى لائب مع الجزيرة خسر 56-70 ده كان فينا كابتن في الستاد دها كان في الماتش Arri-star كان في الزمالك ملاعب للزمالك ملماتش التاني كان الزمالك مع الاتحاد سكنداري كان في سكندرية لا في الزمالك في الزمالك برضو خسرا مبارات الاتحاد المحترف ملاعبش الأولى بتاعت الجزيرة محترف ليه بقلا فترات قبلي ما التربد بس الماتش كانت في سؤالة مقاولين الاستاذ ملعب الجزيرة. ملعب الجزيرة. مكتوب الزمالك الاول. كان مقاولين العرب صح. افتكرت عن طريق المشكلة التي حصلت بين المحترفين. لكن المحترفين لها في المباراة الاولى. المشكلة حصلت في المباراة الاولى. كانت تتفضل. المباراة التانية كانت بين الزمالك والتحاد سكداري. كانت في الزمالك كسب 80 65. ممتاز. المباراة التالتة كانت بين الزمالك والمصرية للتصلاة. خلص 78 70 لتصلاة. ملعب الزمالك. يعني الزمالك لقم مباراتين على الملعب. المباراتين كانت مقوف منهم الأجنبي. الأجنبي اوه. اللواء هيقدر يرجع المبارات الأهل. نحن. طيب. كابتر خالد يمكن احنا. محتاجين برضو نقول المواجهات. السنة اللي فاتت اللي حدامة فيها من الأهل والزمالك. برضو عشان نذكرت السادة المشاهدين. المواجهات كانت بيننا وبين بعض السنة اللي فاتت كانت شكلها ايه. الاهلي خسر في الماتش ده. تسعة وخمسين اتن وستين لصلاة الزمالك. بس خاني نوضح أن الاهلي كان حسن تأهله. فكان ساعتها. كان مرتبط كسب الماتشين. كان مرتبط كسب الماتشين. فكان ماتش مش فارغ. زهاب دوري السوبر السلة. الاهلي مية واثناشر. كسب مية واثناشر مية وستة. ده المبارات اللي زي دي السنة اللي فات. اللي زي اللي احنا بنزعها دي. كان معنا أليكسي يونج في ساعتها. وكان وولتر هوجي اللي بلعب مع الزمالك. تمام. مية واثناشر مية واثناشر مية واثناشر. كانت فرق معهم جامل طبعا. مية واثناشر مية وستة. تمام. اياب دوري السوبر السلة. اللي هو البقاء المبارات اللي هي على ملعب الزمالك. على ملعب الزمالك. دي كانت تنسحاب. والاهلي يكسب. مراقب المباراة ساعتها. كان ألغى اللغى المباراة. دي اللي حصل فيها المشكلة بتاعت الجمهور. وساعتها كان تمسك فرق نادي زمالك بحضور الجماهير. في الوقت ده اللي كان بيخالف. اللايحة او تعليمات اتحاد السلة. فاضطر مراقب المباراة. انه يلغي المباراة. حسب انسحاب النادي الاهلي. تفضل. وبعدين لعبنا نصف النهائي في كاس مصر. والاهلي كسب 85-80. في نصف النهائي كاس مصر. يعني نتيجة السنة اللي فاتت. خمس مباراة أربعة واحد للنادي الاهلي. دي المباراة النهاردة. دي المباراة رقم واحد في هذا الموسم. ان شاء الله نتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي. بس خليني برضو اقول لحضراتكم. انه تاني بسرعة. ان المباراة دي في الجولة الرابعة. يمكن كل فريق لعب ثلاث مباريات. نادي الزمالي خسرت ثلاث مباريات. نادي الاهلي لعب ثلاث مباريات. فازت باثنين وخسر مباراة. ولكن طبعا انتم تعرفين حضراتكم مباراة القمة. بيبقى ليها حسابات أخرى. مفضل بكثير واحسن بكثير. ومتمسكين يمكن عبدت ابو الناصر النهاردة. هتدينا دفعة في الدفاع قوية. شايف النهاردة الدفاع هميته ايه في المباراة النهاردة؟ انا شايف ان الدفاع ده هو المكسب الرئيسي لأي فرقة. اي فرقة بدون دفاع. المعاملات المكسب بتفقود شيء صعبي جدا جدا. الدفاع الجيد بيديك فاصل بريك كويس. بيديك سرعة. بيديك ان ان انت بتسيطر. على الحلقتين في الهجوم. وفي الدفاع بيبقى له زمام المباراة. فالدفاع أساسي. وخاصة ان النادي الأهلي. حتة الدفاع دي. متمرسة عنده من زمان. يعني كابتن أشرف. كان في الحتة دي. متميز جدا. برضو المدارب الحالي. برضو في الحتة دي متميز. لأن الدفاع هو أساس اللعب. الدفاع القوي هو واحد على واحد. من من الأحسن؟ الأحسن هو اللي بيقدر يكسب. لو أنا أحسن منك في الدفاع. أنا اللي هكسب. لأنه بديك بعد كده. اريحية في الهجوم. طب كابتن الإسلام برضو. يمكن قيمة النادي الأهلي قدامنا. عندنا مجموعة من الشباب من الناشئين. عندنا محمود وليد موجود. عندنا عبدالله ناصر. دول صرف الناشئين متسعادين. في الفريق الأول. عندنا عمر زهران. اللي مازال دي أول سنة لي. ويعتبر لسه وافت جديد على الدرجة الأولى. كنا اتكلمنا في السيديو اللي فات. وكان ديوف كابتن كريم وكابتن خالد. كنا اتكلمنا أن مستر أجوستي يحب. يبتدي المباراة. ويحضت في الخمسة الأولين. اتنين صغيرين. أنا لاي تعليق على القايمة. هي أساسا القايمة فيها. غير أن عمر علاء زهران. أول سنة درجة أوليني السنة. ومقد بشكل كواس جدا. ومستر أجوستي. بيدي له مساحة يلعب. وبيدي له أدوار. وكان ليه دور بصراحة. في فينش البطول العربية. في فينش البطول العربية. وفي فينش دور المرتبط. المباراة النهائية. إنما هذا يبقين لك. يصق في عمر زهران. بيعتبره ولد من أولاد الصغيرين. الحاجة الثانية. انه مساعد محمود وليد وعبدالله ناصر. وده مش أول مرة يلعبه. في مدش مهم زي ده. وفي كمان مؤمن طريخ خيري. وفي اسمه صغير برضو متساعد. كريم حاتم. برضو كريم حاتم متساعد. فعايز أقول يعني أنه. تاني سنة درجة أولا. مش أول سنة. فهو بيبين لك قديه. بيبين لك قديه أنه يتمل على الصغيرين. وبيديهم. بدون ما النتاج تتأثر. وده تحسب للجازة. فاني تحسب طبعا الفرقة بشكل عام. فماتش زمالك ماتش كبير وماتش تقيل. أنه يحط في القيمة ثلاث لعبة سنهم صغير. المفاجأة عندي يا كابتن اسلام. هي وجود محمود وليد. كابتن خالد ويمكن كابتن كريم. لأنه كانوا معنا المباراة اللي فاتت. في الأستوديو التحييي كانوا مناوريني. يعني النهاردة محمود وليد اداله. بناء على الماتش اللي فات. يمكن دي كانت مفاجأة بالنسبة لي. يعني شايفين ده طبيعي بعد أداءه في المباراة اللي فاتت. ولا يعني يمكن النهاردة هو عنده ثقة شوية في محمود وليد في الأدوار الدفاعية. رأيكم يا كبت. يعني طبعا يعني هو حتى يعني لازم لازم تد. اللعيب ياخد فرصة مرة أو اثنين وثلاثة. ما ينفعش أن أنا مثلا يعني أخد فرصة مرة واحدة. وخلاص لو حصل أي حاجة. يعني الكوتش بيفقد الثقة في اللعب أو. لازم يبقى عنده فرصة عارف. فرصة يعرف أنه لسه ممكن المرة اللي جاي بأحسن. المرة اللي جاي بأحسن المرة جاي بأحسن. خاصة لو لسه صغير لسه لعيب صغير. فعنده فرصة كبيرة أنه أداء يتطور من المطشر التاني. فطبعا دي مهمة جدا أن الكوتش يبقى عنده ثقة في اللعب. ويحسس اللعب بالثقة دي. ويحسس اللعب بالثقة دي طبعا. لأن اللعب لو محسش بالثقة هو نفسه ينزل مهزوز. فلازم يبقى هو مديله الثقة دي. ومديله فرصة واثنين وثلاثة. لأنه معي سيزون كامل. وهو سيحتاجه فقط من الأوقات. يعني أنت مفعش تعتمد على ست سبع العيبة في السيزون كل. لأن أنت سيزون طويل. فلازم يبقى عندك اخترارات كتير. لازم يبقى عندك ناس تقدر تتحقيل مكان الناس. فطبعا كل ده أشياء مهمة يعني في أعطاء الفرص. صحيح. طبس مع رأي كابتن كريم برضو. لأنه المباراة اللي فاتت. إحنا شفنا بنفسنا أداء محمود وليد كان جيد من ناحية الدفاعية كمان. تمام. إحنا المطش اللي فات طبعا لو تفسك الحلقة. آخر حاجة قلناها أن العيبة الكبيرة لازم تتكلم مع العيبة الصوارين. لأن انت خسر تخسر مش متوقع وهم شاركوا. فلازم نكون نتكلمنا معهم عشان خاطر ما تقصرش عليهم المطش ده. تمام. بالنسبة لعمر علاء زهران ومحمود وليد. هو ناشئ كويس جدا. لكن جسدي بوش يجب أن يكون لديه رد لسؤال مهم. إمتى محمود وليد؟ أنزله. بحيث أنني لم أخسره. سنقول عمر علاء زهران. عدى بالمرحلة أنه نزل في الأول. لعب مع الفرق خسرانة وكسبت. وكنا متأخرين في السكور. تمام. عدى محمود وليد؟ لسه. محمود وليد يا كابتن كريم. أقدم من عمر علاء زهران في الدرجة الأولى. لعب من أول سنة أشرف. كان يلاعبه ويبدأ به خمسة أساسية. صح. لكن السنة دي الوضع بدأ مختلف شوية. ويمكن كمان أن يكون مثلا. لعب كويس الولد. بالضبط. هذا هو السؤال الذي يحتاجين أن نجاوب عليه. هل نبدأ به؟ لو تعرض مثلا أنه كان ليس موافق. لا الوقت. نتوذك على الوقت. هو نجاح. طبعا هو لازم يشارك. كما قلنا لازم ندي فرصة مرة واثنين وثلاثة. لكن هو هنا. هل التوقيت يفرق معه؟ أو هل يفرق؟ هذه طبعا حاجة تبقى معروفة. هتبان بقى من المباراة بالضبط. قريبك عنده شوطة كويسة. لا لا. ولد كويس. ولد كويس جدا. هل يستطيع أن يسلمون بعض لغاية ما يوصلوا للدرجة الأولى؟ فعلا عندنا من أقوى قطاعات النشئين الموجودة في مصر. سيد صابر مسك القطاع وقبله كابل طار الرجب. كلهم عبارة عن أجيال تسلم. هناك أولاد في الـ 14 وفي الـ 16 وفي الـ 18. وحضراك بتروح النادي وقريب. لا حاجة تفرح. أطوال لعبة. اتزان كل حاجة كويسة. اللعبة اللي كنت نسية. بيبو زهران أخو عامل زهران. من اللعبة اللي تساعد. ملاشين سنة بيل عبدالله. لا تساعد. فترة في المرشاطة في المنطقة في الأول. هو كريم حاتم. هو أجوستي. اطلع على بتاع النشئين في النال الأهلي. وشايف أن فيه عناصة كثير كويسة. وهو حابب أنه يعتمد على الصغارين. بيبقوا بيدوا باور للفرقة. وبيبقى فيه طف وأجريسف. بسبب السن الصغير. فيه لعبة السنة بيكبر. لا تقدرش تبقى أجريسف قوي في الديفنس بالذات. هو المدرسة الأسبانية تحب الأجريسف. فبيعتمد بشكل كبير على الولاد الصغارين. أنه لا ينسى عناصر الخبرة اللي في الفرق. دعونا أقول لك كابتن أنه دائماً المكاسب ما تبقاش نتيجة أن أنا أكسب مباراة. بس. يعني ممكن نتيجة المباراة بآخر مكسب أنا أفكر فيه. ولكن بيبقى فيه مدربين كتير. وأنا أظن أن مستر أجوستي منهم. أنه بيبقى داخل المباراة عنده أهداف أخرى. أنه عايز يطلع بيها مكسب كمان أكبر جيل. ممكن ياخده قبل ما يخش الفترة دي. فيعني كابتن كريم أنت شاهدنا هذا المكان مستر أجوستي. إيه المكسب بخلاف النتيجة طبعاً. اللي احنا نتمنى فوز النادي الأهلي. إيه المكاسب اللي مستر أجوستي ممكن يسعى لها في المباراة زيدي. هو طبعاً أول مكسب إحنا تكلمنا فيه الناشئين. بحيث إن لو في حد مثلا من ناشئين مسبت مكانه ومسبت رجلي في الملعب. زي ما بنقول إن هما بدل ما يبقوا اتنين يبقوا تلاتة. براف. يعادهم يزيد. الحاجة الثانية اللعيبة الكبار عند بعيدة عن مستواها. إنها النهاردة تبدأ ترجع لمستواها تاني وتركيزها تاني. المكسب طبعاً التالت إن أنا أدي الثقة تاني في الدفنس بتاع الفرقة. لأن مكسب المطش إن شاء الله هيجي بدفنس. وهيجي بتاكتكس هنعملها وأساليب هتدافع فيها. تمام فده هيبقى مكسب اللي إنت هترجع دفنس تاني زي ما كنت متعود عليه قبل المطش اللي فات. وطبعاً المكسب الرابع إنك تكسب نادي الزمالك في مطش القمة. وده يعني مستني. أشكرك على الجامعة دي لإنت حطيت مكسب لمبرا أخر حاجة. المهم في مكسب أخرى. أحتاجها وقت الجد. بممكن أنت مرضو شافة كابتن خادة عايش تأكد الكلام. طبعاً يعني بالإضافة الكابتن كريم المكاسب العديدة الكوتش أكيد حطيتها في دماغه. حل بالك هو أثار إن عودته تبقى وهو سليم. كمون عبو كن عبد المطش الفات. صحيح. لأ مهم جداً هو ياخد ريكافوري كامل ويبقى تمام وبعد كده يبتدي يلعب يعني طبعاً لقينا عشان ما تأثرش عليه بعد كده. طبعاً يعني عودة محمد ابو النصر ده مكسب كبير جداً. إبراهيم الجمال المطش اللي فات شايفه الشوتينج برسنت بتاعته أو النسبة الشوتينج كان كويسة جداً. فده طبعاً مكسب برضو آخر. وبتدى يرجع للملعب تاني. وبتدى ياخد فورمة الملعب بطريقة كويسة. فده مكسب كبير قوي إنه هو يبقى عندك شوتر زي إبراهيم الجمال نسبته عالية. يقدر إنه هو يسندك في الوقت اللي أنت مش عارف تجيب فيه من بره أو مش عارف تخلص تحت الحلقة. ثالث حاجة عندك سيف سمير كان هايل للمطش اللي فات. طب كابتن هستأذن معلش هنقطع كابتن خياد خلاص إحنا اللحظات وهننطلق لأرض الملعب. أستأذنكم ديوفي الكرام إن شاء الله. هنروح لصالة الأمير عبدالله الفيسر. عشان نليل حضراتكم مباراة القمة الأهل والزمالك في الجولة الرابعة في الدور الترتيبي لدور السوبر لكرة السلة. ومعلقنا الكابتن أحمد منع فإلى هناك. ترجمة نانسي قنقر